اشتركوا في القناة ادت الى العديد من الكوارث الطبيعية بجانب الارتفاع غير المسبوك في درجات الحرارة بتعاني العديد من دول العالم من الاعصير والحرائق والفيضانات بيكافح رجال الاطفاء في عدد من الدول لانقاذ السكان من مخاطر حرائق الغابات والامتدت لتشمل عدد كبير من الدول الاوروبية هذه الحرائق التهمت اكتر من 600 اكتار في اسبانيا وتم اجلاء عدد كبير من الاشخاص على الحدود مع فرنسا خلونا نروح لتفاصيل اكتر عبر الهاتف مع الدكتور علاء سرحان استاذ الدراسات البيئية براحة بحركة دكتور علاء اهلا بحركة بداية انا دكتور وزاي محرك متابع تغيرات المناخية بتضرب العالم بقوة في الفترة الاخيرة ابرز المخاطر المترتبة على ذلك طبعا يخدد هي المشكلة في التداريات المناخية انها حدثة كبير من حيث تبطلت في المقدمة ان نبات بزال درجة الحرارة وطبعا يكون فيه نوع من انواع البخ الشديد بتتبط درجة حرارة فبيحصل ان التربة والنباتات بتقلي جدا فيها لسبة الرخوبة وتصبح النباتات جافة والتربة جافة وطبعا دي بتتزوج احتمالية ان يكون هناك حرائط شكيرة جدا في الغبات وحرائط طبعا في المناطق الزراعية واللي فيها غبات عمارك دي طبعا بتبقى مشكلة لانها بتزوج يعني هي الغبات حضرتك تعتبر الوعاء الذي من خلاله يتم انقصاص الجربون اللي في الهواء ولها القدرة على انهيجة يعني بتحل مشكلة كبيرة جدا في الغازات لاحتباس الحرارية يعني البالوعاء او الوعاء التي تنتصر الكثير من الغازات لاحتباس الحرارية نحن لنهاردة حركنا ما بيحصل انه بيحصل يعني بسبب صغيرات المناخية حرائط الغبات بتتعرض لها مشكلتين المشكلة الاولى ان قدرة هذه الغبات على انهي تنتصر غازات الاحتباس الحرارية والكربون على سبيل المثال بتقلي جدا طبعا ثانيا انه اللي بيانتد عن الحرارة في الغابات تلوث هواء ملاوثات هواء كثيرة جدا طبعا والملاوثات الهواء دي بتضرب صحة البنائس بتضرب يعني بتضربهم على الانتاجية وان هما يكروا ويستمتعوا بي الأماكن المنتزهات وهذه الغابات وطبعا المنافع الالكولوجية الأخرى التي نحصل عليه من هذه الغابات بتنفقدها بتنفقدها بسبب هذه الحرارة الغابات تي حددك هي ليست فقط مستودع للأكسوجين ليست أيضا فقط هي بلوع حتى يمكن هي تنصف غازات الأخبات الحالية ولكن أيضا هناك العديد من المنافع الالكولوجية الموجودة ويصبح طبر خص الدفاع الأول للإنسان في أنه يحمي نفسه من خاصة التغيرات المناخية فهي الحقيقة حرارة الغابات هي يعني سبب ونتيجة في نفس الوقت في التغيرات المناخية هي سبب في التغيرات المناخية لأنها بتبقى غير قادرة على أن هي يعني تحتبر أو أن هي تنتظر ذات الأحتباس الحراري فبتقلل قدرة هذا الكوكب على التعامل والتكيف والتخفيف من الصغيرات المناخية وفي نفس الوقت هي بتؤدي إلى هي سبب وهي راتية في نفس الوقت للأسف الشديد دكتور لو اتكلمنا في الحلول ولكن خلينا سأل حرارة بشكل آخر نريد حلولا قابلة للتطبيق على أرض الواقع حرارة عارف أنه كل فترة في بعض تصريحات من دول العالم المتقدم كما تسمى إلى حد ما من الاحتباس الحراري وما إلى ذلك إيه الحلول القابلة للتطبيق على أرض الواقع سابقا هو في البداية بس عشان يعني أستاذ المشاهدين يعني نتيلهم معلومة أعتقد أنها ستكون يعني مفيدة هي مرضاء الإرادة السياسية الإرادة السياسية لو المجتمع الدولي فالي هي سبعة وتسائين دولة اللي هي يعني موقعة ومصادقة على سبقية التغيرات المناخية لو أن هناك إرادة سياسية حقيقية وجد في أستعامل مع هذه المشكلة دون أن يكون هناك مصالح أخرى أو أجندات أخرى سواء سياسية أو اقتصادية للدول وأن هم يكتمعوا على أن هذه قضية سواجدية وأن قاعدة القضية وجودية وأن هي دي لابد من أستعامل معها من هذا المصالح وأن هذا الكوكب بمن عليه من الإنسان وجميع الكائنات في خطر محلط بسبب التغيرات المناخية لابد من العمل فعلا بأقصى سرعة وبأقصى تعبع للموارد الموجودة فنحن في خطر كلام ده لكن حضرتك شايفونه ده موجود؟ للاسف فنحن الحقيقة حصل نحن مع مثلا الأزمة الأزمية الأوكرانية عدد من الدول حطت مصالحها السياسية قبل المصالح هذا الكوكب المصالحة أولاً نعم يعني نتمنى إن شاء الله أنه يكون فيه اتفاق لأنه في النهاية هذا الكوكب يعيش عليه كل الكائنات الحية مش بس الإنسان نتمنى طبعاً من أصحاب القرار في الدول الكبرى أن يقوموا بدورهم المنوط بشكر حالك شكراً جزيلاً دكتور علاء سرحان أستاذ الدراسات البيئية كنت معايا عبر الهاتف من القاهرة في ملف آخر وفي إطار تنفيذ تكلفات القيادة السياسية بتنمية الثروة السماكية والبحيرات وزيادة الانتاجية من الأسماك تواصل الجهات المعنية خطة تطوير المفرخات والبحيرات تتابع الإجراءات التي تمت في بحيرة ناصر وباقي مفرخات المياه العذبة فضلاً عن خطة إنشاء مفرخات المياه المالحة لتوفير زريعة الأسماك المطلوبة للاستزراع السماكي البحري عن جهود الدولة في دعم وتنمية الثروة السماكية بينضمنا عبر الهاتف الدكتور أحمد أبو زيد أو أحمد أبو يزيد الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة عين شمس برحب حرارك دكتور أبو يزيد أهلاً بحضرتك أهلاً بحضرتك دكتور بداية عن كيف ترى الحرص وأهمية تنفيذ التكلفات الرئاسية لتنمية الثروة السماكية داخل مصر طبعاً حراك لما نتكلم على الثروة السماكية احنا زي ما احنا شايفين حصل إن كانت طفرة في اكتفاء ذاتي خص الأسماك على وجه الخصوص حدود 85% لما نتكلم على اكتفاء ذاتي 85% في هذه السلعة الهامة ده البروتين الأبيض الهام سهل الهضم اللي يهم كل مواطن واللي يعتبر رخيص مقرنة باللحوم الحامرة أو حتى اللحوم البيضاء احنا بنشوف اهتمام الدولة من مؤشرات رقمية واضحة جداً للجميع احنا يمكن لو جينا كده رجعنا وراء كده فترة يعني نشوف في 2014 كان معدل انتاج السمكي حوالي 1 و 1 من 10 مليون طن لما بيجي نشوف مصر انتاجها الآن بالأسماكة ايه بالله إن انتاجنا بلغة سنوياً ما يقترب من 2 مليون طن منهم 1 و 6 من 10 مليون طن جايين من الاستزراع السمكي استزراع السمكي اللي احنا شوفناه على الشاشة المزارع القومية اللي اتعملتها الخاصة من المزارع السمكية قدرت تعليل انتاج السمكي الى 1 و 6 من 10 مليون طن بالعلاوة الى ربعمائة الف طن جم من المصايد الطبعية لما نيجي نشوف مصر فين في الكلام ده على مستوى افريقيا هنلاقي ان مصر اصبحت تحتل المركز الاول افريقيا في الاستزراع السمكي والسادس على المجال مصر متميزة بانتاج نوعية وعينة من السمك البلطي اللي احنا نسميه السمك الشعب مصر بتحتل فيه المركز الثالث على مستوى العالم ونشوف المشروعات اللي هي خلتني يبقى عندي هزي كمية من الأسماك سبقها كان عندي بحيرات زي بحيرة ماريوت وإدكو والبرولوس والمنزلة والبردويل وبحيرة وفبر فؤاد وحاجة اسمها المرة والتمساح وقارون والريان وبحيرة ناصر كل هذه البحيرات تمتاز بأنها بحيرات هادئة قصوبتها عالية بيتربى فيها اسماك كويسة لكن كان فيها اهمال انتشر فيها زي ما شفنا في بعض الافتتاحات للمشروعات الرئاسية لما شفنا التطهير اللي تم لهذه البحيرات وتزال منها الحشايش وتزال منها التعديات أصبحت النهاردة هذه البحيرات الشمالية مثلا على سبيل نسال بتنتج ما يقرب من 200 ألف طر علاوة على كميات اللي بتيجي من باقي البحيرات لما شفنا المشروع القومي بتاعتنمية البحيرات اللي اتصرف عليه ما يقرب من 100 مليار جنيه عشان نحافظ على هذه البحيرات وانطهر البوغيز بتاعتها واننم السروة السماكية بتاعتها بعدما كان فيها اهمال وتلوث الدولة قامت بإصدار قانون خاص بإنشاء وحماية وتنمية البحيرات والسروة السماكية اللي هو القانون 146 ل2021 هذا القانون بيقلب كل بحيرة يمنع عليها التعديات يحذر عليها الرد يحذر فيها الرد يمنع الصرف في هذه البحيرات عشان ما يعملش فيها تلوث اتعمل مبادرات لدعم الصيادين وتم اطلاق مبادرة اسمها برأمان لو نتذكر بأداء لدعم الصيادين استفاد منها ما يقرب من 42 ألف صياد على مستوى مصر من خلال توفير مستدرات الصيد تم إنشاء العديد من المفرخات اللي هي بتربى فيها الزريعة بتاعت الأسماك سواء أسماك بحرية وجنبري والكلام ده كله سعيد أن يبقى فيه تطوير لهذه الثروة السماكية وانشأت في الفترة الأخيرة إنشاء الشركة الوطنية للثروة السماكية والأحياء المائية شفنا الأسواق المنظمة الأسواق المنظمة اللي اتعملت للسمك أصبحت هناك مشروعات السروة السماكية ما بتقتصرش على عمالية صيد أو إنشاء مزرعة سماكية وبس بقى أصبح هناك مجمعات أصبح هناك صناعة موجودة وطنية للأعلاف اللي خاصة بالأسماك أصبح هناك صناعة لإنتاج التلج والتجميد وإضافة قيمة مضافة للأسماك وتعبئتها إحنا شفنا المشروع اللي تم في الفيروز اللي بيابلوه ستة وعشرين ألف فدان وفي شرق التفريع بورس عيد على مساحة تبترب من ألف خمسة وسبعين فدان كل هذه المشروعات هي اللي قدتني في الآخر لتنمية ثروة سماكية ودتني اكتفاء ذاتي وصل لخمسة وتمينين في المية لهذه السلعة البروتينية الهامة المحببة لكل الشعب الماضي يعني ما تسمى باللحوم البيضاء يا دكتور أحمد خمسة وتمينين في المية واكتفاء ذاتي شيء جاد جدا لأي مدى دا هيؤثر على أسعار اللحوم والدواجد بالفعل احنا شفنا يمكن الأونة اللي فاتت بعد ما حصل جموح في أسعار العلف نسيجة الأزمة الروسية الأوكرانية الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ارتفع سعر الحبوب بتاعت الزورة والأعلاف ودي كانت بالفعل مؤثرة في سعر الدواجد النهاردة بعد تدخل الدولة في الإفراجات اللي تمت من الإفراجات اللي تمت للدورة من على المواني أصبح هناك السعر بدأ ينزل شوية بتاعت الأعلاف اللي خاصة بالدواجد وتدخل الدولة في اللقاحات اللي هي شبه مجانية من خلال مجمعات إنتاج اللقاحات اللي احنا كنا بيستواردها لأول والاتحاد الكونسورتيوم أو التعاون اللي تم ما بين اتحاد منتج الدواجد ووزارة الزراعة وهي الخدمات البيترية مع البنك المركزي عشان يوفر المقوم بتاع العدف دوت قادرنا نوصل نرجع تاني للمؤشر بتاع الخفاض أسعار الدواجد بعد أن هي ما كانت عيلة أو نشاهد بيانا على كده في السمك كمان نرجع للسروة السمكية لو رجعنا زمان في الماضي كنا نروح الأسواق الشعبية للاقي عمار عن سمك سردين مجمد كنت تستورب من خارج لكن احنا الآن تنزل الأسواق الشعبية أو في المولات أو في أي حتة تلاقي أسماك فريش طازة يعني ومعبئة بشكل كويس وآمنة ونقدر زي ما احنا شايفين كل في متناول المواطنين وبل احنا دخلين على مرحلة تانية ان احنا شغالين احنا نضيف قيمة مضافة بإذن الله للفرز والتدريج والكلام ده ونبدأ بإذن الله نصدر منه بإذن الله بشكر حالك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزرع بجامعة عين شمس كنت معي عبر الهاتف من القاهرة طيب فصل قصير من بعده نبدأ أولى فقرات هذه الليلة ضيفي هيكون الأستاذ إسلام عفيفي بعد الفصل أهلا بحرارككم مرة أخرى كل عام وكل المصريين بخير كل عام وكل المصريين متلحمين كل عام وكل المصريين قادرين على مواهجة كل التحديات النهاردة بتمر 8 أعوام على افتتاح قناة السويس الجديدة هذا المشروع اللي برهن على قوة إرادة المصريين وتلحمهم علشان يكتبوا إنجاز تاريخي بسواعدهم يؤضوا على محاولات التشكيك المتواصلة وفي هذه الفقرة نتذكر ونحتفل مع حضرتكم بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة الجدوى الفنية والاقتصادية لهذا المشروع العظيم مع ضيفي الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ إسلام عفيفي خلينا نرحب به في بداية هذه الفقرة برحبك والسلام كل صناحك طيب وحضرتك طيب والمصريين دايما متلحمين ومصطفين وبخير وفي أمان وسلام بلدنا كلها يا رب تمنى عوام مهاردة ما الشيء الذي تمثله لك تلك الذكرى إن احنا نحتفي أو نحتفل بمنجز أو بإنجاز للمصريين ده في حد ذاته رسالة للجميع رسالة للداخل ورسالة الخارج رسالة للداخل أنا ما زلنا نتذكر أننا أمام أي تحديات أو أي صعوبات بنواجهها نستطيع أن نتجاوزها جميع يعني طالما كنا على قلب رجل واحد كما يقولون أو في حالة استفاف وطني ومدركين لنوعية التحدي وحجمه واختورته وإزاي نواجهه رغم أي ظروف رغم أي صعوبات رغم أي تحديات سواء كانت في الداخل سواء كانت من الخارج أو يعني أعتقد أن دي كانت رسالة رسالة مهمة وإحنا النهاردة بنحتفل بنوعيد تذكير المصريين بهذه الرسالة الشيء الثاني أنها رسالة للخارج أن قناة السويس تظل في القلب من هذا الوطن هي الممر الملاحي الأهم في العالم بحكم التاريخ بحكم حجم التجارة بحكم الأهمية الاستراتيجية وأهميةها لكل دول العالم وليس المنطقة فقط ولا الإقليم وبالتالي إحنا بنقول لهم أن قناة السويس تحظى بأهمية كبيرة لنا كمصريين قناة السويس مش مجرد فقط الممر الملاحي الأهم ولكنها هي منطقة حيوية استراتيجية منطقة من أهم ومناطق العالم اقتصاديا ومفتوحة لكل أمام كل المستثمر جاد كل مشروع وطموح وكل ما لديه أمل في أنه استثمر في المنطقة الاقتصادية فمصر تفتح إيديها وأبوابها أمام الجميع هذه هي الرسالة السنية لكن هي مرحلة من مراحل عمر هذا الوطن طبعا لما راهن الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الشعب في عام واحد صحيح تم تجميع هذه الأموال وتم إنشاء القناة فكرة التحدي فكرة التحدي هنا أنك أنت كوطن مبعصر في خلال عامين ونصف بيشهد صورتين أو حالات من التغيير الكبرى والانتفاضة يعني الوطن كله بينطفض وبتتغير الأجواء السياسية تماما من 25 يناير لـ 30 يونيو يعود الوطن إلى أبنائه مرة تانية وبالتالي إحنا هنا بنتكلم في ضرورة إن إعادة اللحمة للوطن للمواطنين كلهم إعادة استفاف وطني للمصريين كلهم إن إحنا هي أول مشروع للم شامل المصريين كلهم وإن إحنا قادرين على إن إحنا نتجاوز هذا التحدي وإن محتاجين رسالة أمل لكل المصريين وقتها ودي مش حاجة قليلة أو هينا عشان البعض بيحاول دايما يقلل ويقزم من أي منجز أو أي شيء بيتم على الأرض للوطن فلا إحنا كنا محتاجين إن إحنا نقول لا إحنا كلنا مع بعض وكلنا قدين واحدة وكلنا مقتنعين ولدينا إرادة في إن إحنا ندعم القيادة السياسية وندعم بلدنا ونعطي صورة حقيقية للوطن وإن ما جرى في 30 يونيو هو صورة شعبية وإن ما جرى من انتخابات هي انتخابات نزيهة وشريفة وجاءت بمن اختاروا الشعب بأغلبية ساحقة وبحضور لم يحدث من قبل وبالتالي كل دي رسائل كانت لازم تصل لعالم كله لكن في ذلك الوقت لو حركت تتذكر كان هناك حملات وآلات ألمية كاملة جغالة على فكرة التشكيك كيف استطاع الشعب المصري بأصالة هذا الشعب وبفهمه وخبرة هذا الشعب أنه ما يستماشي لذي الأصوات هو بالسخرية هم واجهوا كل الأشياء بالسخرية يعني المصريين كلهم أعطوا ظهورهم لهذه السخفات والشائعات ومحاولات التقليل أو التقزيم أعطوا ظهورهم لكل هذه الرسائل السلبية ومضوا قدما وشاركوا في إنجاح المشروع وتم افتتاحه بالفعل والآن نحتفل بثمان سنوات والآن نقول لهم أيضا أن هذه القناة يعني خلينا حتى لغوية كده خلينا نستخدم ثمانية أعوام لأنه لغة السنة تأتي يعني أنا لا أنا مش بك أنا يعني العام يأتي بالخير دائما أفضل من نستخدم كلمة سنة ثمانية أعوام ثمانية أعوام نعم كما تريد بنحتفل وبنقول للمصريين هذه القناة أضافت لمصر دخل قومي هو ده سؤالي بعد أسوة إسلام أبرز المكاسب هنتكلم عن مكاسب سياسية وحركة في البداية أشارت لي رسائل الخارج مكاسب اقتصادية مكاسب أمنية لهذا المحور المهم صحيح يعني قناة سويس الجديدة أضافت مساحة للمجرى الملاحي أو أضافة للمجرى الملاحي حوالي 35 كيلو من الستين لخمسة وتسعين من الكيلو ستين للكيلو خمسة وتسعين بالإضافة إلى التوسعة وتعميق تفريعات البحيرات بمساحة لا تقل تقريبا عن 37 أظم كيلو بالإضافة إلى تكسيات تكسية تغطية تكسية أو تغطية يعني حوالي 100 كيلو وبالتالي إحنا هنا بنتكلم في مشروع كبير تم ده رقم واحد رقم اثنين إن ده جرى إحنا بنأمن يعني ده عملية تأمين للقناة إن إذا تكون مجرى ملاحي آمن في حالة حدوث لقدر الله أي طوارئ وفي أسوأ ظروف لا يتم لا يتم لغف الملاحة في القناة ده أولا ثانيا إحنا بنتكلم في إرادات يعني تبلغ تقريبا 10 مليار دولار في السنة فده رقم ضخم كبير جدا رقم ثلاثة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبرها أن هي منطقة جازبة للأسمرات الأجنبية والعربية والمصرية أيضا بما تم من تجهيز وإعداد لهذه المنطقة وبرتوكولات تعاون ووفود زارة دول كثيرة وأطراف دولية كثيرة وأطراف دولية جاءت إلى مصر في زيارات متعددة وأثنت على المنطقة الاقتصادية وبالفعل هناك مشروعات ضخمة وكبرى بيجرد تنفيذها الآن في المنطقة الاقتصادية فإحنا هنا بنتكلم على حالة زخم كاملة حوالين قناة السويس مش مجرد الممر الملاحي اللي احنا أضفنا له قناة جديدة ولكن احنا بنتكلم على مشروع قومي ويرتبط أيضا بما يعرف بمبادرة الحزام والطريق الصيني وهنا قناة السويس هي للعالم كله فتهيئة القناة هنا للعالم كله كمجرى ملاحي أولا ثانيا المنطقة الاقتصادية ثالثا هي يعني مسافة العبور أو تقليل زمن العبور من 11 تقريبا أو من 18 ساعة ل11 ساعة زمن الانتظار في أسوأ الظروف ثلاث ساعات تم تقليله من 8 إلى 3 ساعات فاحنا هنا بنتكلم على يعني فوائد جمع للعالم كله للتجارة العالمية كلها وبالتالي يعني تقليل النفقات على السفن الضخمة جدا على حركة التجارة الدولية تقريبا الغاطس تم تعميقه ل66 قدم فحركة التجارة الدولية انت بتساعد على تنشيطها ما بين دول العالم كله يعني وحالك شرط للأرقام إرادات القنار تفعت 9 مليار دولار بنسبة زيادة الثلاثة والثمانية من عشر مليار دولار عن سنة 2015 أظن الحصائية دي سنة 2022 الحصائية دي خاصة بـ 20-22 رقم كبير لا رقم كبير يعني أرقام لم تشهدها القناة من قبل يعني لم تحقيقها القناة من قبل وبالتالي ده في حد ذاته يعني في أشد الاحتياج للعملة العملة الصعبة وبتوفرها قناة السويس فكرة استفادة التجارة الدولية وتقليل زمن العبور عوزة روح لمرحلة أخرى وأنه لما حصل مشكلة في إحدى القاطرات أو السفن كان فيه إدارة حكيمة للموقف وكان فيه سرعة اتخاذ قرار بأيادة مصرية تم من هذه المشكلة أعتقد العالم كله سامنون خدمة ما بعد البيع صحيح العالم كله يشاهد القناة والخبرات المصرية خبرات مصرية قديمة جدا قناة السويس يعني تدرها كفاءات مهنية ووطنية وأصحاب خبرات وقدرات وكفاءة عالية جدا جدا وبالتالي قناة السويس في أي في أي ظرف من الظروف يعني أبنائها ورجالها اللي عاملين فيها لا يعني قادرين على موجة أي ظرف أو أي تحدي قدام العالم كله حتى لوكانت الإمكانيات لم تكن بمستوى دولة عظمى يعني لكن إحنا قادرين على أن إحنا نتكيف مع أي ظروف ونتغلب على أي تحديات هل قناة السويس فقط هي ممر ملاحي ولا كما يقول البعض هي استراتيجية تنموية متكملة لمنطقة السويس والإسماعيلية والمنطقة دي هي قناة السويس دي يعني هي يعني مكان غالي جدا على كل المصريين عايز أقول أعتقد أن هي بتخدم يعني صحيحة بتخدم على كل مصر لكن بشكل أساسي عندنا خمس محافظات شمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية وبرسعيد خمس محافظات مصرية مستفيدة من القناة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر سواء في العمالة المباشرة أو العمالة غير مباشرة أو التشغيل لا يعني قناة سويس يعني ممر ملاحي مهم يوفر لمصر عملة صعبة نحن في أحوج ما نكون إليها لاهتمام بيها مسألة استراتيجية ومسألة أمن قومي لا تغفل عنها القيادة السياسية أيضا أعتقد أن هي على خريطة العالم هي نقطة أو مركز رئيسي كما قلت لما يعرف بمبادرة الحزام والطريق الصيني وده هيخدنا النقطة أنه رسالة المصريين للعالم في توقيت ومازلت أؤكد على هذه النقطة أنها مهمة فكرة التشكيك والرد المصري السياسي من الدولة من النظام المصري على دخول هذا المعترك والشعب من خلفه أبرز الرسائل التي ذهبت لي من قصير دول الغرب وأمريكا خلينا نقول أني كانت أعتقد وقتها للصحف والإعلام المصري قال أن هذه القناة هي هدية مصر للعالم كله أعتقد دي كانت أغلب المنشتات وقتها وكنا موفقين كإعلام في تسويق هذا المشروع المشروع الضخم واللي هو مصري بالأساس بأموال مصرية بالأساس وفي زمن قياسي كل دي كانت تحديات وكانت رسالة للجميع بأن القناة يعني مسألة مسألة أمن قومي غير قبل للتفاوض حولها أو عليها لأن من حين لآخر حضرتك بتشاع بتشاع يعني فيه إشعاعات بتطلع طول الوقت تستهدف قناة السويس وده استهداف سيستمره طول الوقت أعتقد شيء طبيعي واستهداف قناة السويس هو جزء من استهداف الدولة المصرية من استهداف الدولة والاستهداف المصريين نفسهم ومشروعهم الوطني ولن يسكتوا لن تسكت هذه الشعاعات أو لن تطور هذه الشعاعات طول ما إحنا بنتحرك وقدرين على مواجه التحديات هم بيحاولوا يثبطوا من عزمتنا من الهمم من همتنا من يحاول يكسروا إرادتنا والحمد لله إحنا حتى اللحظة يعني يكتب المصريين في كل مرحلة الانتصار في كل المعارك وفي كل المرحل نقول إنه قناة السويس الجديدة هي شريان حياة جديد خط اللوجستي جديد كل التعريفات وكل الأوصاف اللي حداك تقدر تقولها على هذا الممر الملاحي الأهم في العالم يجوز أن نقول عليه يعني نطلق عليه هزي المصطلحات لكن هي طول الوقت على قد ما هي كانت نعمة كبيرة جداً للمصريين على قد ما هي بتسبب المصريين حالة من حالات التحدي وفي مشروعات كتيرة وكثيراً ما نسمع كإعلام أو المراقبين السياسيين إن هناك مشروعات تحاول أن تنافس قناة السويس بما أنا فعله لا يستطيع أحد أنه ينافس قناة السويس الكلام ده على مشروعات خارج مصر خارج مصر بالتأكيد يعني من حقق أي دولة أنها بتسعى أنها تنافس أو أنها يعني في حالة سباق مع الآخرين لكن هو في منحة ربنا عز وجل ما نفعله لكن ما نفعله هذا الموقع الاستراتيجي المهمد بالزبط كده الموقع الاستراتيجي وما نفعله على الأرض الواقع من تسهيلات من كفاءة في إدارة المجرى الملاحي من توفير مواني اللوجستيات في المنطقة من إتاحة منطقة شرق القناة وما يجري فيها من تطوير ومن عمران لا هناك تظل قناة السويس هي رقم واحد ودائما الرئيس بيتكلم عن فكرة أنه مصر كلها مش بس قناة السويس أنه مصر كلها تتحول لنقطة اتصال للطاقة أو مركز لوجستي للطاقة مركز عالمي الحقيقة مركز عالمي للطاقة أعتقد في القلب منه قناة السويس وأعتقد أن إحنا قادرين على أن في الفترة اللي جاية حتى في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة والطاقة الآمنة والطاقة الخضراء يعني ده مصر بتستهدف ده بشكل قوي ولدينا شركات مع حلفاء وشركاء وأصدقاء ومستثمرين بالفعل بدأوا تنفيذ مثل هذه المشروعات عندنا مشروع الضبعة والطاقة النووية لتوفير طاقة آمنة ومستدامة لا يعني مصر في كل الاتجاهات شرقا وغربا حالة تنمية شاملة حالة عمران مدن جديدة يعني فعلا هي جمهورية جديدة نحن أمام تتشين مرحلة جديدة وهي الجمهورية الجديدة كيف كانت قناة السويس أبرز علامات ودلالات هذه الجمهورية الجديدة كانت البداية والنجاح عمل حالة من الزخم لاتخاذ خطوات أكثر جرأة أن احنا نخوض التحديات المفروضة علينا كبلد اقتصاده كان بيعاني من فترة طويلة ويحتاج إعادة هيكلة ويحتاج إلى تدخل ومبدأ جراح للعلاج لأن المسألة كانت فعلا لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل فكان لابد من إعادة هيكلات الاقتصاد أن احنا نتجه لإعادة عملية البنية الكاملة البنية التحتية بشكل كامل في مصر كلها أنك تذهب بحياة كريمة تذهب إلى أكثر من ستين مليون مواطن مصري في الريف الدولة بتروح للمواطن اللي حد بيته للمناطق الأكثر احتياجا والمناطق اللي كانت مهمة لفترة طويلة بسبب ظروف اقتصادية فلا يمكن أنك تذهب لمشروعات ضخمة بالمليارات بهذا الشكل إلا أنك تعيد صياغة الوطن كله بشكل جديد وإنك تعيد تمركز وتموضع وتموضع السكان من كسافات سكانية عالية في مدن وفي محافظات بعينها خاصة القاهرة اللي بقت مقتزة وأصبح الإنفاق عليها أكثر بكثير جدا من إنك تقيم مدن جديدة في فترة من الفترات وبالتالي هو أنت بتختار الخيارات الصعبة حقيقة لكنها الخيارات أو العلاج الصحيح الخيارات الأنجع العلاج الصح الأكثر يعني وهنا مش بنتكلم على مدينة ولا تنقل لا إحنا بنتكلم على مدن كثيرة في محافظات كثيرة كانت في حاجة شديدة جدا إلى عمران حتى لا يتم فكرة النزوح طول الوقت للقاهرة والضغط على مرافق القاهرة كعاصمة وهي أصبحت مقتزة يعني وتعاني بشدة من الزحام والازدحام السكاني وظهرت فكرة العشوائيات اللي بقت ضاغطة أكثر على المرافق وبالتالي يعني حياة غير كريمة بالمرة وحياة غير آمنة بالمرة أعتقد أنه من أفضل المكاسب اللي حققتها هذه القناة نهي كمان عن فكرة المكاسب الاقتصادية وفرص العمل وفرص العمل والمكاسب السياسية لكل دول العالم وإنما فكرة الثقة الصحيح القيادة السياسية اتخذت مجموعة من القرارات الشعب ساند هذه القرارات عندنا نتائج إيجابية في النهاية في ثقة أهم ما يسعى لي أي نظام سياسي أو أي قيادة سياسية هي أن تكون مساحة الثقة قائمة حتى ولو اختلفت معاك في القرارات أو لدي بعض المبررات اللي تخليني أنتقد بعض القرارات لكن في هناك مساحة ثقة بأن هذه القرارات لمصلحة الوطن أولا وأخيرا ثانيا أن ليست مغامرة ولا مقامرة ولكنها تحركات مثلا محسوبة صحيح فيه تحديات وفيه صعوبات وبنواجه يعني ضغوط كثيرة الآن المواطن المصري يعني أعتقد أن احنا إن شاء الله قادرين على أن احنا نتجاوز هذه المرحلة بالصبر أولا ثانيا بحلول حقيقية من الحكومة وبإجراءات من الحكومة وبتحمل من المواطنين في هذا السياق يمكن أن نتجاوز مثل هذه التحديات أو الصعوبات اللي بنعيشها الآن خلق بالك إحنا مش إحنا بس بنعيش هذه الصعوبات صحيح نتكلم عن مجتمع دول كورونا من بعد الكورونا الأزمة الأوكرانية الروسية ماذا لو لم تكن موجودة هذه القناة الجديدة في ظل هذه الأحداث التي مر بها العالم كله مش مصري بس الحقيقة سنكون أفضل حالا يعني لو لهذه ما جرى في العالم تأثرت بشدة الاقتصادات الناشئة والدول التي تبحث لنفسها عن موطئ قدم في عالم الكبار وكانت لدينا طموحات كبيرة جدا جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن وكانت متعقبة الأحداث العالمية وبالتالي مش أقول بس هي التي أثرت علينا ولكن إحنا كنا يعني منتظرين أن بعد بنية أساسية كبيرة وكل المشروعات اللي تمت في مصر أن يقتل السصمار الأجنبي والعربي إلى مصر بكسافة كان ده المتوقع أعتقد السياحة الآن في بعافية يعني بأفضل حال عن ذي قبل وفي تطوير وعندنا مهرجان العالم العالمي الجديدة ما حققته السياحة من الإرادات هي كبيرة بالفعل هذا العام أيضا سياحة المهرجانات السياحة الدائمة طول السنة مش بس شهرين الصيفة أو شهرين الشتاف لا مصر في أقصر وأسوان مصر الساحل الشمالي والعالمي لكن مصر أيضا السياحة الثقافية في أقصر وأسوان ومصر يعني فيه دول تأتي رحلتها مباشرة حتى قناة السويس نفسها سوز إسلام ربما تكون مقصدا سياحيا لزيارتها تستحق بمشروعات جديدة بتتم بمجرى ملاحي يمكن أن يكون فيه رحلة بسفن أو بيخوت أو كذا لا مصر منفتحة في كل الاتجاهات وعلى كل المشروعات وبتحاول جذب الاستثمارات من كل حد بنوصول أشكرك شكرا جزيلا وكل عام أحرارك بخير شرفتنا ونورتنا في حديث الأخبار أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ إسلام عفيفي كان ضيفي في هذه الفقرة فصل قصير من بعده نستقبل الكاتب الصحفي الأستاذ رفعة رشاد لا تذهبوا بعيدا مرحب بحضرتكم مرة أخرى في هذا الجزء الأخير من هذه الحلقة جهود غير مسبوقة تبدلها مبادرة حياة كريم لتغيير وجه الحياة في مصر وإحداث نقلة نوعية في حياة الفئات الأكثر احتياجا عن طريق تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية للفئات طبعا الأولى بالرعاية في القرى المصرية واللي ظلت محرومة تعاني من نقص الخدمات لسنوات طويلة حول جهود مبادرة حياة كريمة وكيف حققت نقلة نوعية في حياة المواطنين اسمحولي رحب رضيفي الكريم الكاتب الصحفي الأستاذ رفعة رشاد رحب حالك أزو رفعة أهلا بك فكرة نورنا في الحديث الأخبار أهلا بحضرتك يعني كيف تتابع ما وصلنا إليه الآن من تنفيذ هذا الجزء الكبير من حياة كريمة في كل شبرة في مصر هو الحقيقة المبادرة الكبيرة حياة كريمة هي خطوة كبيرة للدولة لإدخال نسبة كبيرة من سكان الريف اللي بيمثل حوالي 60% من عدد السكان في مصر تحت مظلة الحماية الاجتماعية وده أمر ضروري وجدت دولة أن هناك اختلالا مجتمعيا بين الحضر وبين الريف رغم أن نسبة سكان الريف أكتر من سكان الحضر لذلك جاءت المبادرة من الدولة ممثلة في سيد رئيس الجمهورية وبدأ النشاط الفعلي بتنفيذ المبادرة وبرامجها على أرض الواقع من سنة 2019 يعني إحنا داخلين على خمس سنين تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات على مستوى القرى الأكثر فقرا التي حددت الدولة حوالي 400 قرية منها هي الأكثر احتياجا التي تزيد نسبة الفقر فيها على 70% المشروعات انتشرت في القرى الأخرى أيضا ولكن هذه القرى أخذت المبادرة الأولى لحياة كريمة تم فيها تنفيذ العديد من المشروعات العشرات من المشروعات الألاف من المشروعات استفاد منها ملايين المواطنين في كل المجالات إحنا ليه بنقول أن الريف متخلف أو فقير أو متراجع عن الحضر لأنه يفتقر إلى الخدمات وإلى المرافق التي تجعله مواكبا وموازيا للخدمات التي في الحضر فالمبادرة قدمت مشروعات في مجال مياه الشرب مجال صرف الصحي مجال الترميم وتعالية الكفاءة الخاصة بالمنازل الفقيرة إنشاء فصول لتعويض النقص في فصول التربية والتعليم استوعبت آلاف التلميذ في المناطق الريفية النائية حسنت الوحدات الصحية الطبية التي تعالج المواطنين بجانب القوافل التي نظمتها المبادرة ومن خلال مبادرات رئيس الجمهورية أيضا كل الأمور الخاصة بالمرافق والخدمات قدمتها مبادرة حياة كريمة قدمت المراكز الخدمية للمصالح الحكومية بريد وشار العقاري والمصالح الأحوال المدنية وغيره 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 وبالتالي هي الهدف الرئيسي والكبير للدولة من هذه البرامج هي الوصول بالمناطق الريفية وسكان الريف إلى حياة محسنة تتواكب وتتوازى مع التي عيشها المواطن في الحضر يعني البعض يقول حياة أفضل النهاردة الإنترنت بيدخل الفئة عطاقة فايف جي أو حاجة كده أكتر من اللي موجودة في بعض المدن كمان هو الناس هناك طموحة يعني الناس صحيح فؤرة ولكن طموحين وعندهم رغبات متزايدة في تحسين حياتهم وفي هناك تعليم وثقافة وناس متعلمة وناس بتقرأ وناس ترغب في وجود الكتب ووجود البرامج الثقافية المختلفة من خلال قصور الثقافة وغيره وبالتالي الأساس موجود لأنه إذا أنت يعني أهملت هذا الجانب من السكان وهذه الشريحة المهمة والكبيرة فقدت الكثير من عناصر التنمية المستدامة في الظرفة تعلم الكلمة من أكتر من مص الشعب بالضبط بالشريحة بالضبط أنا بقول ساتك يعني أكتر من مص الشعب آه طبعا يعني حوالي 60% تعريب من هذه الخدمات التي تقدم لأهلنا في الريف في النهاية اللي رايح مكتب بريد في المدينة خلاص بقى عنده مكتب فريد في القرية بتاع زبوط فهو استفاد والمواطن اللي في المدينة كمان استفاد مزبوط خلت الازدحام على بعض هذه الخدمات طبعا أكيد لأنه ده كل مستفيد بحياة هو حضرتك إحنا دلوقتي لما من سنوات طبعا وعقود طويلة بنعاني من مسائل العشوائيات ومسائل الزحام في القاهرة وغيره ده سبب الهجرة من الريف طب هاجروا ليه لأن افتقار الخدمات والمرافق وفرص العمل أيضا حياة كريمة من خلال كل هذه الأنشطة بتوفر فرص العمل أيضا بتتعاون مع المجتمع المدني اللي بيقدم خبرته وبيقدم عمل تطوعي يقلل من تكاليف برامج حياة كريمة وبالتالي الكل بيتضافر جهوده وبتساعد على تحقيق خطوة في طريق التنمية المستدامة أنا يعني بشكر عليك شكرا جزيلا لوقت معك مرة كالبرق شكرا 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 إلى هنا بنتهي حلقة هذه الليلة من حديث الأخبار تقبلوا تحيات فريق العمل وهذه تحياتي محمد الرميحي سلام ومن الله عليكم ورحمة وبركاته شكرا